في إطار الأزمة المستمرة منذ أشهر بين القضاء والسلطة التنفيذية أكدت وزارة العدل التونسية أن زهاء مئة ملف أحيل للجهات القضائية المختصة بشأن القضاء المعفيين من مناصبهم ومن بين التهم المنسوب للقضاء المعفيين التستر على قضايا إرهابية وغسيل أموال وفساد وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات من قبل النيابة العامة مستمرة وبحسب متابعين فإن بيان الوزارة قد يؤدي لتفاقم الأزمة وسط مطالب بتدخل من الرئيس إسعيد وفي ظل المخاوف من استمرار الأزمة بين القضاء والسلطة التنفيذية يرى مراقبون أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في تراجع الرئيس قيس إسعيد عن قرار إعفاء القضاء من مناصبهم هو الحل الوحيد في تونس في علقة بملف القضاء هو تراجع السلطة التنفيذية عن المسار الذي ذهبت فيه منذ البداية لأننا نتحدث هنا عن إعفاء 57 قاضيا لا يوجد سوى 7 قضاء تقريبا لديهم ملفات جزائية يعني لديهم قضايا عدلية موجودة حاليا في المحاكم وباقي القضاء هم تقريبا خارج كل المسارات القضائية وخارج المسارات الجزائية وكانت المحكمة الإدارية التونسية قد قضت مؤخرا ببطلان قرار إعفاء ما لا يقل عن 45 قاضيا من إجمالي 57 قاضيا وقاضيا أعفاهم الرئيس قيس إسعيد من مناصبهم في شهر يونيو الماضي يزداد الجدل ما بين الأجسام القضائية النقابية والسلطة التنفيذية بانتظار إيجاد حلول للأزمة القائمة بين الطرفين يسر دبابش الغد تونس